ترجمة نانسي قنقر احتفل المصريون كأقرانهم في الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك بالبهجة والسعادة بعد صيامهم شهر رمضان الكريم وبتقاليدهم التي اعتادوا عليها باستقباله بالأغاني المبهجة وتحضير الكعك والمأكولات الشهيرة بالعيد كالبيسكويت والشيكولاتة والبيتيفورة والغريبة وغيرها وكذلك الأطفال بألعابهم والبالونات وكل ما يروق لهم بنفرح قوي في العيد وبنأكل كحك وبنعمله مع بعض كفاية لمة العيلة وإحنا بنعمل الكحك مع بعض وبنهزر وبندحك وبعدها هننزل نصلي الفجر ونفضل صهرانين تاني يوم ونقعد مع بعض وندحك ده حاجة كافية أن نتخلي الواحد مبسوط جدا يعني العيد فرحة بنجتمع وبنروح نزور الأهل عشان سلة الأرحم وبديب قليها فرحة تانية غير بقى اللي احنا الكحك والبتاعه والقرافة لا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فرحة طبعا نحن النهاردة يوم جميل ويوم حاجة حلوة مرتمنى من الله أن نكون أيامنا كلها كده خير وربنا يوفق نهاردة بهجة وفرحة العيد حاجة حلوة والله والعيد الواحد برضو بيحتفل كده في وسط أسرته في البيت وشوي بنخرج مع زمينا وكده يعني واستيقظ المصريون في يوم العيد بالتوجه إلى المساجد والساحات المعدة لصلاة العيد مع التكبيرات والدعوات لله سبحانه وتعالى بالخير والسعادة لمصر والعالم العربي والإسلامي وسط وجوه سعيدة من الكبار والصغار بعد أداء الصلاة والفرحة في الشوارع والتي يعبر عنها الجميع في سعادة بالغة فرحة العيد ربنا أعوض على المسلمين وجميع الدنيا كلها بخير وسلامة جواء العيد بيعني بنطلع للقرافة وبنطلع نفطر كل سنة طيبة نحن بنحتفل بعد صلاة العيد بالكحك ونقل الكشري وترمس وغبالك والحباب كلها بتجمع مع بعضيها دايماً نحن متعودين نيجي هنا في المكان ده كل سنة بجأ زور قريبي وبعد أول يوم العيد بسافر على أهلي في ضمياط بعيد عليهم كلهم بروح أنا وعائلتي مع بعض بنوم مع بعض كلنا بنقضي وقتا جميل جداً والعيد ده بيبقى أحلى أيام حياتنا بجد وتبقى الفرحة بالعيد وأيامه مستمرة في البيوت والشوارع والمتنزهات على نهر النيل وكذلك في المحلات والوجوه ضحكة وتعبر عن أمنيات طيبة باستمرار الأعياد والأفراح وبعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بدأ المصريون الاحتفال بالعيد في البيوت وفي الشوارع وفي المتنزهات وذلك تعبيراً عن السعادة والسرور بهذا العيد المبارك شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة